عشد الحجة زمن عظيم اجتمع فيه الحج والعمرة والأضحية وغيرها من الأعمال الصالحة فإنها في هذا الزمن العظيم أفضل من مثلها في غيره كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين شأن هذه العشر المباركة فالصحابة رضي الله عنهم استعظموا ذلك قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا فضل عظيم لهذه العشر فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر بالمحافظة على الفضائض والاجتهاد بأداء النوافل باب أولى أن الأجور في هذه العشر مباركة لأن الله اهتم بها ولفت الأنظار إليها في كتابه الكريم الواجب على المسلم أن يلتفت لهذه العشر وأن يهتم بها وأن يقدم لنفسه عملا صالحا لأن العمل فيها مضاعف أكثر من مضاعفته في غيرها فلنستغل هذه الفرصة العظيمة بالإكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة من نوافل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والتكبير وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وسقي الماء وغير ذلك من الأعمال الصالحة المأمور بها فإنها في هذا الزمن العظيم أفضل من مثلها في غيره نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لاغتنام هذه العشر بالعمل الصالح